كان هناك أيضا صورة جميلة للملك محمد السادس ارتدت شرطة المنتخب المغربي ورفع العلم المغربي وجاب بسيارته بعض من شوارع العاصمة المغربية ليحيي الجماهير وتظهر بالفعل بأن هناك توحد حاليا بين الجميع داخل الدولة المغربية خلف المنتخب المغربي رأينا وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة يطير إلى الدولة القطرية ويبلغ الأمير تميم تحيات الملك محمد السادس وشهدناه وهو يقف كالمشجعين ويقوم بالتصفير للحكم من أجل أن ينهي المباراة الأخيرة في دور المجموعات والتي جمعت بين كل من المغرب وكندا وكانت لفتة أكثر من رائعة أيضا هناك مشاهد جميلة حتى تحدث في المونديال ونحن إحقاقا الحق نظهرها جماهير المنتخب الياباني حينما قامت بتنظيف المدرجات بعد خروج منتخبها وبالرغم من الهزيمة ومرارة الهزيمة لم نشاهدهم يعتدون على الآخرين مثلما فعل سامويل إيتو مع المشجع الجزائري بل رأيناهم يقومون بتنظيف مدرجات الإسداد وبالمناسبة هذا الأمر قام به أيضا الجمهور التونسي في المدرجات وقام به أيضا لعب المنتخب التونسي داخل غرفة خلع الملابس لكن الجمهور الياباني هذه العادة لديهم منذ عام 2002 منذ تنظيم اليابان لبطولة كأس العالم والجمهور الياباني يقوم بهذه العادة التي نالت احترام الجميع يعني بلا شك نتحدث عن ثقافة مختلفة مغايرة للمسلمين ولكن إحقاقا الحق نسكر هذا الأمر على عكس المنتخب الألماني ودعمه لقضية بعيدة عن كل القيم الإنسانية وهذا الأمر جعل هناك حالة كبيرة من الهجوم من قبل كل الإعلام العربي ومن قبل كل رواد السلوشيا الميديا في العالم العربي والكل تمنى خروج المنتخب الألماني وبالفعل تحقق هذا الأمر بعد أن وضع اللاعبون أيديهم على أفواههم في تحدي واضح للدولة القطرية يعني المعتاد في هذه البطولات الرياضية أنه شاهد بأنه أي منتخب يلعب في أرض أخرى يحاول يعني اكتذاب جمهور البلد المستضيف لهذه البطولة يعني من قبل كانت مصر تلعب في بطولة كاس العالم للشباب في الأرجنتين كان لعبوا المنتخب المصري يرتدون تيشيرت عليها عالم مصر وبجانبه عالم الأرجنتين اشتركوا في القناة